إذا نأتي إلى آخر فقراتنا من هذا الصباح مع آخر الأخبار الرياضية وينضم إلينا زميلنا حسام نصار صباح الخير حسام أهلا وسهلا فيك بداية نتحدث عن الوحدات الذي فاز على منشية بني حسن ثلاثة بدون رد بالزبط هي اللقاء الذي يقيم على ملعب الأمير علي في مدينة المفرق كان لقاء وحداتي بامتياز الوحدات استطاع من خلاله تحقيق فوز صريح وعريض ومستحق أن صح التعبير الوحدات دخل مهاجمة منذ البداية كان هناك في حديث أنه مبرامكم تكون صعب على جمال محمود وهذا الشك يعني هذا إشي طبيعي بحكم صعوبة الملعب بحومكم أيضا صعوبة المنافس نعرف المنشي أنه بنافس علاقة بالدولي لكن يزن تلجي زي ما عم نشوف أنا بأتوقع أنه واحد هو من أفضل لاعبي مرحلة الإياب هو صفقة مدوية كانت بالنسبة لنادي الوحدات استطاع تسجيل الهدف الأول حسن الفتاح الهدف الثاني والبديل سعيد مرجان استطاع أن يضربوا قوة ويسجل الهدف الثالث الوحدات كنا نحكي قبل الأسبوع الماضي أنه تقريبا لقب الدوري أصبح على طلوع المصدر أنا باعتقاد لقب الدوري الآن أصبح في قلب الوحدات مسألة توقع ليس إلا الوحدات سيتوج في لقب الدوري باقي ثلاث جولات نحن نحكي عن الوحدات اليوم رصيده 44 نقطة الرمثة بالمركز الثاني برصيد 36 نقطة باقي ثلاث أسابيع توقع الوحدات على الورق لسه هناك أمال لكل مننا الرمثة والجزيرة لكن بشكل كبير النسبة نحكي أكثر من 9% اللقب أصبح لنادي الوحدات وهذا الأمر يحسب لإدارة الوحدات فعليا إدارة الوحدات صبرت على جمال محمود منحة ثقتها بجمال محمود وللأمانة جمال محمود كان على قدر هذه الثقة من خلال النتائج الحقها لعبي المميزين اللي تم استقطابهم بداية الموسم عم بجنوا الثمار هذا الاستقطاب حمزة الدردور، يزان ثلجي، سعد مرجال، إحسان حداد كلها أسماء كبيرة بالإضافة طبعا للاعبي الوحدات الموجودين مبروك لجمهير الوحدات مبروك لعشاق هذا النادي مبروك لإدارة الوحدات أيضا مبروك لجمال محمود المدرب الوطني اللي احنا بنعتزل ونفتخر فيه نشكر بشكل سريع أنه نبسط أننا لما يكون مدرب وطني علا وعم بحقق ألقاب محلية هذا الإشي يرفع من سوية المدرب الوطني لكن زي ما حكيت لك الآن سعى الورق الأمور ما انتهت لكن بشكل منطقي الوحدات هو من سيتوج بلقب دوري محترفين عام 2013 نعم بالنسبة للرمثة أيضا تخطى الحسين إربد خبرنا أكثر عن هذه المواجهة هو كما يطلق على دير بالشمال بين حسين إربد ورمثة الفريقين كانوا يبحثوا عن الفوز ولا غيره واستطاع فيه الرمثة بالدقائق الأخيرة بتحقيق هدف عن طريق أحمد الحليم هذا الهدف يعني الكثير للرمثة يعني وصولوا اليوم إلى نقطة 36 هو بالمركز الثاني صح أن الجزيرة بالمركز الثالث 34 نقطة واليوم إلى مواجهة مع العقبة لكن فوز معناوي بعد التعثر الأخير أمام الفيسلي بالجولة الماضية بالخسارة بهدفين مقابل هدف يعني الدرب الشمال العادة دائما يكون غنب الأهداف لكن يوم أمس كان الفريقين صايمين عن التهديف حتى الدقيقة الأخيرة التي شهدت هدف لنادي الرمثة نعم ننتقل إلى قرعة دور الثمانية من دور أبطال أوروبا يعني قراءة سريعة ما رأيك؟ قراءة سريعة على يعني هي للأمانة الفرق الثمانية الموجودين كلهم فرق قوية حتى إشبيليا حتى روما ما بنقدر نحكي أنه هذول أندي نصف ثاني لكن وجود باري مينوخ ريا مدريد يوفنتوس وجود ليفربول مانشستر سيتي كل هاي أسماء كبيرة القرعة أصفرت عن مواجهة بين ريا مدريد ويوفنتوس هاي المباجهة هي تعتبر نسخة كربون عن لقاء النهائي اللي حدث في كارديف واللي استطاع في ريا مدريد التتويج باللقب الثاني عشر في تاريخه بربعية مقابل هدف نعم لننسي هذا اللقاء لأنه مواجهة الذهاب والإياب بنيو فينتوس ومدريد دائما تشهد قراءات أخرى تشهد مواجهات لا يمكن التنبؤ بنتجتها خصوصا أنه هناك ثأر بعد خسارة نهائي الأبطال في 2017 مانشستر سيتي رح يكون في مواجهة قوية أيضا مع ليفربول مواجهة إنجليزية بحتة هاي تعتبر من أقوى المواجهات في هذا الدور أيضا برشلونا يعني برشلونا باري مينخ نوعا ما بدنا نيكي أنه القرعة شوي صفت إلى جهنبهم برشلونا رح يلاقي يرامة لإيطاليا بينما سيواجه باري مينخ فريق أشبيليا الإسباني يعني المواجهات زي ما حكيت لك على صعب أن تتوقعها لكن بوجهة نظري أنا كحسان أتوقع نوعا ما يعني ريا مدريد وبرشلونا ريا مدريد ويوفنت السوري صعب التنبؤ فيها نوعا ما لو نحكي أنه ممكن كجودة أسماء لعبين تفرق لمستحة ريا مدريد لكن حكيت لك في ظروف أخرى يعني بتحكم هذه المواجهة أتوقع ليفربول وماشستر سيتي واحدة من أقوى المواجهات وليمكن أبدا تتنبؤ فيها مع أنه في هناك تفوق نوعا ما لماشستر سيتي بفارق في دوري الإنجليزة المحترفين برشلونة ورومالا بشكل يعني المنطق بيحكي تأهل برشلونة واحتمال ينهيها ذهابا وإيابا إلا عند ذهاب روما رأي آخر أيضا باري مينوك وإشبيليا التفوق أيضا ممكن يكون لكتيبة بوب هاينكس أتوقع جودة لعبين باري مينوك خبرته في بطول دوري أبطال أوروبا هي أكبر من باري مينوك لكن ننستنى فيهاب ولياب ونشوف سعي تميم تعال إذن زميلنا حسام نصار شكرا جزيلا لك لابن لابن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة